بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله حلقة جديدة معكم من حلقات علم الموارث والحساب انتهينا من التخارج وعرفنا لو خرج إنسان من الورثة مقابل عطية مقابل شيء فكيف يتعمل الحساب أو احتساب النصيب الورثة ونكرنا أن لها صور خمس اليوم ندخل في مسألة خلينا تقول هي آخر المسأل ولكن سأخذ معنا عدة حلقات لأهميتها وهي الوصاية يا أخوة من نعمة الله علينا النبي يقول عصرات السلام إذا مات ابن آدم إذا مات ابن آدم انقطع عمله انتهى ليس له علاقة بالمال مجرد خروج الروح انقطعت علاقة وملكية هذا الإنسان بكل ما يملك ما عاد له ملك أبدا انتقل الملك تلقائي إلى الورثة انقطع عمل ليس له لا يقول أحدكم وهذا ذكرت شيء من هذا القبيل في بدايات الحلقات عندما كان الكلام عن الوصية اليوم كلامنا عن الوصية من باب كيف نحسبها كيف نجري عملية حسابية ولكني أريد أن أذكر بأن متى ما مات ابن آدم أصبح المال مال الورثة شركاء بحسب أنصبتهم ما يتي إنسان ويقول انتبه هذا مال فلان أي مال المتوفي أو متوفى الميت نقول لا ليس بماله الآن المال مال الله المال مال الله عز وجل وأعطى الله جل جلاله برحمته سبحانه حق الإنسان في ماله بعد مماته الثلث والثلث كثير لك حق في الثلث أقصى شيء ولكن الإنسان لا يرى الثلث الآن ليعلم بأنه سيترك ورثة صغار كبار أرحام أقرباء ذو حاجة فلا يذهب إلى الثلث ليطمع بالأجر أن يترك أغلب المال إلى الورثة كما قال نبيع سلم يسعد أبي وقاص لأن تترك أهلك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس اليد العليا خير من يد السفلة اتركهم يدعون لك لا يدعون عليك لا يدعون عليك اتركهم يقول الله ربنا يرحمه ترك لنا هذا المال وإلى آخره غير يعرفون بأن ثلث المال ذهب وهم ورث عددهم كثير يقول الله أكبر حتى الثلث راح بنا هذا فعل وفعل فإذا يا إخوة الوصائل لها طريقة حساب وقبل الشروع بما هي موجود عندنا اليوم من شرائح وبيان نذكر بأن الوصية لها شروط ثلاث الشرط الأول حتى تكون نافذة وملزمة لأن الوصية ملزمة الله سبحانه وتعالى يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه الإثم على من يبدل الوصية والوصية حكمها قبل أن نشرع في بيان شروط الوصية حتى تنفذ ما حكم الوصية تردد الحكم بين حكمين بين الوجوب والسنية الله يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة كُتِبَ عَلَيْكُمْ بداية الكلام كُتِبَ عَلَيْكُمْ وَالْكِتَابَ تَعْنِي الْفَرْضِ كما جاءت بعد ذلك بآيات قول الله عز وجل يا أيها الذين آنم كُتِبَ عليكم الصيام كما كُتِبَ عَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا الْلَفْضِ كُتِبَ أَحَدْ أَلْفَابِ الوجوب والفرد والحتم كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا أي الخير أيش الخير هو المال الكثير الله سبحانه وتعالى يقول وَإِنَّ أُحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ الخير هنا ليس الخير فعل الخير الخير هنا المقصود فيه المال الكثير إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةِ أي الذي كتب الله علينا هي الوصية الوصية كتبها الله على المؤمنين كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنُ وَالْأَقْرَبِينَ حَقًّا على المتقين حق شوف هذه أكد بتأكيد ثاني حقًا على المتقين فهناك مؤكدات في هذه الآية هنا العلماء نظروا في هذه الآية ونظروا في آية المواريف وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن الله أعطى كل ذي حق حقه لا وصية لوارف آية المواريف وهذا الحديث فريق من العلماء قالوا أن الوصية أو أن هذه الآية أحكامها منسوخة أي خلاص انتهت انتهى حكمها وتبدل الحكم إلى السنية من الفرض من الكتابة إلى السنية بدلالة الآية آية المواريف لصورة النساء وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارف هذا فريق فريق آخر قال لا بقيت هذه الآية وأحكامها لم تنسخ ولكنها وجهت منها قال أولا نعم الوالدان هما من الورثة الوالدان من الورثة فالآية والحديث تعنيهما ليس لهما حق في الوصية ولكن الوالدان لربما يمنعان من الإرث متى مثال لو صار الوالد قاتلا متسببا لموت الوالد وهو ابنه كيف اليوم القتل خطأ لو أن هذا الوالد هذا الأب كان يقود السيارة وبجانبه ابنه وقرأ الله عز وجل وحدث حادث شديد عظيم نجى الوالد من هذا الحادث بينما الابن أصيب إصابات شديدة أدخل على إثرها المستشفى كما يسمونها وكما هذا والمشفى وأدخل العنايات المركزة وأوصى لوالده هنا ثم مات أوصى لوالده ثم مات نذهب الحنابي نذهب الجمهور أن قتل الخطأ لا يمنع من الميراث هذا الجمهور بينما الحنابل لهم قول وقد ذهب إليه بعض العلماء أن قاتل الخطأ لا يرث من المقتول سدًا للذريعة حتى لا يتعمد الإنسان بحيلة فيقتل مورثة ويدعي أنه خطأ وتنطلي الحيلة على الناس لأنه قد حبكها والله هو العالم فتكون دريعة باب أن يقدم القاتل أن يقتل مورثه استعجالاً للإرث وتخلصاً من مورثه ويأخذ الإرث قالوا لا نعامله بنقيض قصده إن كان له قصد وسد لباب الذريعة إذن من هذا المنظر أو هذا المنظور وهذا الحكم وهذا الرأي الفقهي عند الحنابلة قول عندهم أصبحت الإبن عندما وصى لأبيه ومات وكان الأب حكم عليه بأنه قد قتل خطأ طبعاً لا يقتل قاتل خطأ ما يقتل خطأ عليه دية وعليه كفارة ولكن يأخذ الوصية تصح له باعتبار أنه ليس بوارث لا تنطبر عليه الحديث لا وصية لوارث هذا وجه وجه آخر لنفترض أن الأب هذا كافر أو العكس أو الإبن كافر أو الزوجة كافرة كيف يجوز للرجل المسلم أن ينكح ويتزوج المرأة النصرانية أو اليهودية أذن لنا في البقرة منعنا النبي الله سبحانه وتعالى يقول وَلَا تَنْكُحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ إذن من المحرمات من النساء التي يحرم علينا نكاحهم الكفار المشركون الكفار الكافرات المشركات حرام علينا نكاحهم واستثنى الله في صورة المائدة نكاح أهل الكتاب النصرانية واليهودية استفناه الله سبحانه وتعالى فلو هذا الرجل قبل مماته أوصى لزوجته غير المسلمة أي النصرانية أو اليهودية إذن هي ليست من الورثة ولا وصية لوارث لا تدخل تحت هذا الحديث ولا الآية الكريمة ولهم ربع ما تركتم ولهم الربع مما تركتم ما يدخلنا كذلك لو أن الأب نفسه أو الأم أو الأبن كان كافر شلون كيف لا نتكلم عن الردة نتكلم لو أن الأبن أسلم كان غير مسلم بأي دين من الأديان ثم أسلم أما والده وأمه بقيا على دينهما فمات وقد أوصى لهما جازت الوصية يجوز إذن هذه الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انترك خيرا للوصية للوالدين فالوالدان إن لم يكون من الورثة فجازت لهم الوصية إذا الآية أعمالها وأحكامها باقية غير من سوخة كذلك الأقربين كذلك الأقربين الآية ذكرت للوالدين والأقربين انترك خير الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين الأقربون ليس كل قريب يرث احنا بعرفنا من هم الورثة من أصحاب الفروب من العصبات وهناك ذو الأرحام لقد بينا قبل عدة حلقات كيفية حساب إرث ذو الأرحام ذو الأرحام يدخلون متى؟ إذا لم يكن هناك للوارث عصبه ولا أصحاب فرض عدى الزوجين فيدخل ذو الأرحام لكن لو كان لديه عصبات أو لديه أصحاب فرض ابن وما شابه إذن الأقربون يبقى حكمهم في هذه الآية غير منسوخ هذا فريق ولعل كلامه أقرب إلى الصواق طيب هل يفرض هل فرض علي أن أوصي؟ قال العلماء التفصيل أو ولد قالوا نعم كم أوصي؟ بالمعروف الآية الكريمة تقول إن ترك خيراً الوصية للوادي والد بالمعروف حقاً بالمعروف أي ما تعرف عليه بما تطيب نفسك ليس الثلث ولا الربع ولا الخمس ولا العشر ولا السبع ولا التسع الأمر ما ترك لك ولكن الأقرب فالأقرب الأدنى فالأدنى لك الأجرين أجر القرابة وأجر الوصية هذه هدية هذه وصية هذه لها أجر عند الله سبحانه وتعالى وإن كان الأقرب وإن كان الأقربون من غير المسلمين ولكن الوصية لعلّا تؤثر فيهم وفيهم كي نسميه الحسنة فيهم الحسنة فتعطيهم فتبقى الآية محكمة في أحكامها مع الاستثناءات إذن عموم الآية باقي مع وجود الاستثناء فعندما قال البعض أن الاستثناء نوع من النسخ أي ينسخ خصوصية أو جزئيات من هذه الآية الكريمة إذن الوصية تكون واجبة هذا الفريق الأول قال إذن إذا ذهبنا في الفريق الأول الذي قال من النسخ قال بقيت الآية على عمومها من حيث السنية ولكن تكون فرضا أو واجبا إن كان لديك ديون حقوق للآخرين لم تدون لم توثق هذا من جانب الأموال لأن الوصية كلام على المال انترك خيرا انترك خيرا للمال فإذ لم تكن قد وثقتها ديون ودائع أي أمانات ودائع ليس بلغة العصر ودائع في البنوك لا هذه ليست بودائع هذه مشاركة وهذه أموال مستثمرة تكلم ودائع أي أمانات باللغة الفقهية المعروفة عند العرب هذه وديعة أي هذه أمانة قد يكون لديك أمانات لديك ديون عليك ديون هناك حقوق معينة لزاما عليك أن يجب عليك حتى لا تضيع الحقوق أما لم يكن لديك شيء قال هذا الفريق الأول قال يستحب أن توصي أوصي فمن فمن هذا الباب جاءت الوصية والوصية أمره عظيم عند الله عز وجل وقد نبه الله عز وجل أربع مرات أو أكثر في كتاب الله العزيز في آيات المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد وصية نوصى بها أو دين من بعد وصية توصون بها أو دين من بعد وصية يوصين بها أو دين إذن ذكرت الوصية تكررت تكررت تنبيها نعم ذكرت قبل ذكر الدين من عدة أوجه أولا أن الدين له من يطالب به وقوة المطالب قوية عند الحجة بينما الموصى له قد يكون ضعيف قد لا يعلم منه قد أوصي له فينبه الله سبحانه وتعالى كما أن للدين حق فالوصية لها حق ولكن عند توزيع الميراث لا يقدم الدين لأن أصحاب الدين قد تعلقت حقوقهم في المال قبل الممات فالدائن حقه مربوط أو في هذه التركة موجود قبل أن يموت الإنسان الوصية لا يكون لها مفعول أو لا تنفذ إلا بعد الموت بينما الدين قبل وبعد الموت فالدائن له حجة وله الدليل ويقدم ولكن لأجل أهبية الوصية وحتى لا تنسى ولا تتذهب نبه الله سبحانه وتعالى بقوله من بعد وصية يوصى بها أو يصي بها أو دين يوصى بها أو دين إلى آخر الآيات في صورة النساء حلقتنا انتهت هذه كانت نقدمة ولازلنا نبين أحكام الوصية ثم ندخل بعد ذلك في حساب الوصية لقاء معكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة مع حلقات علم الموارث والحساب شكرا